السلام عليكم شابي بازينة ان شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة اليوم راح ندخل حصة رقم 16 وراح ندرس فيها قلب دي متزامين اذا كانت هذه اول زيارة لكم ننصحكم بمشاهدة الحصة رقم 14 اللي درسنا فيها قلب ارس والحصة رقم 15 اللي درسنا فيها قلب جيكا المتزامين واذا كانت هذه اول زيارة لكم ننصحكم تضغطوا لهذا الرمز فتخرجكم كل روابط منها تقدروا توصلوا الى البث المباشر عبر منصة زوم وفي الناس الوقت توصلون لحلول التمارين عبر منصة تليجرام او مجموعة فيسبوك او مجموعة ماسنجر فلنبدأ على بركة الله وحفظه شكون يطلع معي شكون يطلع معي اليوم شكون يطلع معي ايمان تفضلي ايمان اوكي تفضلي ابعت لك واتريزاسيو هيا جماعة نبدأ جماعة عطيتكم هذا المثال لكم تشوف فيه بها مرة جاية ما تنساوش يبقى راسخة في الذاكرة انتعكم من هذا المثال رح نوصل لقلب دي واش راكم تلاحظوا راكم تلاحظوا قسم وهذه الجماعة واش راهم يفوتوا 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 امتيحان هندسة كاربائية وهذا ليهز الكتاب هو الاستاذ اللي يراهو يحضرش في وظيفة الاستاذ ما يخليش الجماعة ينقلوا كما كنتلاحظوا مجرد الاستاذ يدور بظهره هذه التلميذات استغل الفرصة وتنقل على زميلها واش تدير في هذه الحالة كما كنتلاحظوا راه يتنقل في المعلومة على زميلها على ورقة تاحة مي مجرد دور الاستاذ واش تدير تحتفظ بالمعلومة سابقة كما حاليا واش رسمت رسمت المواربع اذا هذي الفتاة شو وظيفتها وظيفتها نقل معلومة عن زميلها بشرط عندما تأتيها الفرصة مجرد زيت جيها فرصة ثانية شوف واش تدير زيت عود شوف ورقة زميلها وتكمل الرسم اذا واش وظيفت هذه الفتاة هي نقل معلومة على زميلها بشرط ان تأتيها فرصة والقلاب اللي رسمته جمعه قلب دي عنده نفس مبدأ العمل اذا كنت شوفوا واش يونه مبدأ عملتها اذا في هذه الحالة زيت دار الاستاذ تبقى محتفظة بالمعلومة وفي النهاية في الكلاسة دي ما كان هذك الشخص اللي بيع الغشيش وعلي هذي الغشيش الحبل تاعه قصير وانا ما نحبش انسان غشيش ولي غش شكل تاعه كما هذي العجوز الشنطة هاي اجمعنا رجعوا قلب دي القلب اللي رسمته هذا يخدم نفس المبدأ عمل انتاحة اذا واش دارت هذه الطالبة الاخيرة يا ايمان واش دارت رسمة قلب دي حتى قلب دي وظيفته كما وظيفتها قلب دي هذا اجمعه واش فيه شوفوا معايا واش فيه في المدخلين مدخل الاول هو دي ومدخل الثاني اللي هو اشاط الساعة ومخرجين متكاملة اذا المدخل الاول هو دي ومدخل الثاني متزامتي اذا قلبت لح ندرسوها جماعة اللي هم جايين كامل قلباتها متزامنة وفيما خرجين متعاكسين صحيح اذا قلب دي واش وظيفته ايمان وظيفته كما هذيك الفتاة واش وظيفته كي هذا وش دير يقلد المدخل بشار وكتيه يقلد المدخل كيديه اشاط الساعة نهار اللي تغيب عنه اشاط الساعة وش دير يبقى يحتفظ بالمعلومات السابقة كما بالحالة السابقة صحيتي هذا وقلب دي صحيتي ارطيتكم فكرة هكذا باهم ما تنسوش المدى اطاول ان شاء الله قلب دي من بعدها نبدأ وش هو قلب دي يا ايمان القلبات كامل جابوها من قلب ارس انجاز بوابات نان اذا قلب جيكا وقلب دي وقلبتي وش هما هما نسخ مطورة ولا مستحدثة من قلب ارس انجاز بوابات نان شو ايش دارو قلب ارس هذا انجاز بوابات نان بخارجوا قلب دي شو هما معي جابوزوش بوابات نان ايوه واش قلبوهم هذا مدخل مشترك ما بين بوابتين اللي وراح يكون ميقاتية كماش ناحي سمالي يا هكذا والمدخل الاول هادو ش سمعه سمعه دي والمدخل تعديوش دارو لبوابة موت وربطوها بالمدخل تعال الار هذي خي هذي ار وهذي اس صحيح اذا وش راكت لاحظة في هذا قلب قلب دي ولا عندي مدخل فيه ولا عندي فيه مدخل دي واحد فقط صحيح وش راكت لاحظة في قلب الارس والآف وش راكت لاحظة في قلب دي فيه مدخل واحد اللي هو دي وفيه مدخل الثاني خاص باشارته الساعة من بعدها من بعدها لكم نحبوا نعرفوا اش وظيفة تقلب دي وش نعرفوا خير دونها مقبل في قلب جيكا وش نديرو خارجوا اسبر اسبر وش تساوي هذه البوابة مخرجها وش تساوي مدخل الاول دي في المدخل الثاني وش هو تي عقدا والاربار وش يساوي وش يساوي يساوي تي في في وش دي باع من بعدها وش نديرو بهذا القيام نجيبوا الجدول الحقيقة طويل ونخرجوا الجدول المقتصر انا ما شرح نديركم جدول حقيقة طويل بس كوا عرفتو كاتخدموا به مقبل في قلب جيكا عليها دي وش نعطيكم الجدول المختصر القلب دي هذا هو القلب دي في مدخل المعلومة دي وإشارة ساعة أو باش تخدمها ايمان تخدم بالمستوى العالي خيش فينا إشارة ساعة الحصة الماضية صحيح ونبلي تأثير تحكين ربع طرق تأثير كما هذا التأثير وش هو تي يؤثر بالمستوى العالي صحيح تي إذن دي وش هو هو مدخل المعلومة والتي وش هي إشارة ساعة ولا نباضات إشارة الساعة نجيبوا هذا الجدول هذا الجدول قدار يكون في مدخل رأي يكون في مدخل تي تاع إشارة الساعة مدخل ثاني دي وش عطيتكم الحالة السابقة نشوفوا القلب دي وش هي دير هكذا وكي آن زايد واحد وكي آن زايد واحد بارو شي هو وش هما هما المخاش صحيح إذن بحن تسوي قلب دي جمعت فاهمنا أي قلب متزامن في إشارة ساعة هي الأولى وبعدها رحوا للمداخل إذا كانت إشارة ساعة خاملة وش نقولوا ما يهمني حتى مدخل ديما المخرج يدير يحتفظ بالحالة السابقة ونقولوا بلي المخرج معزول على المداخل خير بلنا هكذا وإذا كانت تي نشطة وش يدير يولي كي عنده علاقة بالمداخل فاهمنا إذن هين بدو تي تقدر عندها احتمال عندها تكون خاملة وش مدلها بتكون خاملة بنخملها نمدلها زيرو هكذا كتعود إشارة ساعة جمعة خاملة تقول لكم ما تهمنيش قيمة دي مهما كانت قيمة تاحة وش إذا كانت الحالة السابقة كي آن حالة سابقة صيفر بما أنه الميقاتية خاملة المخرج كي آن زايد واحد يحتفظ بالحالة السابقة الحالة السابقة هنا كدع أعطيتها لك زيرو إذا الحالة جديدة وش تكون ايمان راح تكون زيرو ونفي انتحاء واحد إذا هنوش نقولوا ذاكي قل لا بيعمل ذاكرة بسبب خمول إشارة الساعة كان احتمال ثاني مهما كانت قيمة دي وكانت الحالة السابقة مثلا كانت واحد الحالة الجديدة تحتفظ بالحالة السابقة إذا كي آن زايد واحد وش يساوي واحد والنفي انتحاء وش يساوي السابقة وش نقولوا ذاكرة إذا بالصفة عامة إذا كانت ميقاتية ولا إشارة الساعة خاملة لا ننظر إلى باقي المداخل ونقولوا أن المخرج يحتفظ بالحالة السابقة فهمين عليها؟ هذه بالنسبة لإشارة الساعة كتابة خاملة إنها اللي تكون إشارة الساعة ناشيطة وراك التشفية في الحصر الماضي أخذتكم إشارة الساعة هي تمثل كونتاكت على السيارة هي اللي تنوض الطموبيل وكانت تنوض الطموبيل وتضغط الكسيرات والطموبيل ما تمشيش شكرا إذا في حالة إشارة الساعة نبدو لها واحد منطقي إذا أنت وش راح تكون نشيطة بعد ما كملت الأولوية تعيشات الساعة راح الأولوية الثانية اللي هي مدخل دي صحيح بما أنه عندي مدخل دي واحد قد كين احتمال في دي يكون سيفر يكون واحد صحيح إذا كان دي سيفر في هذه الحالة نقولوا متهمناش حالة سابقة تعلمي قاتية بس كدها إشارة الساعة نشيطة وش نقولوا في هذه الحالة وش نقولوا القلب دي وش يدير إيمان يقلب دي المخرج كين زيد واحد الجديد يسرق المعلومة يسرقها من واش ولا يقلدها من واش من مدخل دي إذا كانت سيفر يكون سيفر وإذا كان واحد يكون واحد كما هذك المرأة الغشيح صحيح تجيها فرصة تجبد المعلومة تعزمي لها تروح لها فرصة تبقى في حالة احتفال صحيح إذا ما قلنا في حالة إشارة الساعة نشيطة دي يسير السيفر ما تهمناش حالة سابقة إذا كيان زيد واحد وش يقلد يقلد دي بما أن دي يسير السيفر كيان زيد واحد يسير السيفر صحيح نفيها واحد إذا نش نقولوا تقليد سيفر قلب دي قلد رقم سيفر لأنه رقم سيفر فما تخل دي ما تخل المعلومة تفهمنا عليها إيمانة في حالة ثانية إذا كان دي يسير السيفر واحد ما تهمناش حالة سابقة ففي الحالة كيان زيد واحد ماذا يقلد يقلد دي ودي وش كان فيه رقم واحد إذا كيان زيد واحد يقلد دي ويقلد واحد منطقي وانا فيكيان زيد باروش يساوي جماعة يساوي السيفر إذا هنا وش تكتبوا في هذا التعليق يكتبوا تقليد واحد على قلة واحد لأنه عندي إشارة ساعة نشيطة ودي يساوي واحد والمخرج يقلد مدخل دي هذا هو بنسبة قلب دي بسيط جدا وش وظيفته وظيفته تقليد في حالة نشاط إشارة ساعة ووظيفته احتفار في حالة خمول إشارة الساعة صحيح يا إيمانة رحوا لي بعدها إيمانة شوفي لي بعدها هذا القلب وش هو قلب دي هذا قلب دي متزامن يعني منه جاي قلب دي حالة نصر كامل متزامن مئة إشارة ساعتها ووش تمشي هذه المرة بالجابة بالمستوى الأدنى على هذا ما قلت هنا كنتمد لها واحد خاملة ما تهمنيش قيمة دي سابقة هنا شو نقولوه إذا كانت قيمة سابقة صفر حالة جديدة صفر إذا كانت قيمة سابقة واحد حالة جديدة واحد بسكوا له لأنه مقاطي يعطيت لها واحد منطقي وهنا الواحد منطقي وش وظيفته التخميل جماعة لعندهم مشكلة في التنشيط والتخميل يروح يتفرج الحصة رقم 14 مهمة جدا ساي بس كل تلاميذ تيهوا اللي يحضروا معيهم على برهم كل شي في الحالة والإحتمال الثاني يا إيمان الإشارة تساعدوا كنمد لها زير وش يسرى لها بما أنه خط ضائرة وش معتها الصفر هو اللي نشطها بما أنه عطيت لها صفر وش ولات نشطة بعدها القلب دي يقلد المعلومة ويقلد المخرج يقلد المعلومة هنا قلقها الصفر حالة جديدة الصفر تقليد الصفر هنا لو كان يلقها واحد الحالة جديدة وش تساوي واحد تقليد واحد هذا بنسبة قلب دي مقاطيته تعمل بالمستوى الأدنى بالصفر منطقي زيدي شوفي هذا هذا وش هو إيمان قلبتي قلب دي نفسه متزامن أيوة ساعة تعمل بجبهة صاعدة طاحت إشارة ساعة تعمل بجبهة صاعدة وش معناتها جبهة صاعدة وش قلتكم هاي وراهي جبهة صاعدة هي اللحظة الانتقالية من صفر واحد يعني يسعد الجهد من صفر خمسة فولت هذي يسمى الجبهة صاعدة هنا مقاطية وش تكون نشطة باقي الأرقام اللي يبقى في إشارة ساعة سواء صفر أو واحد أو جبهة نشطة النازلة هنا ش نقول لميقاطية خاملة كيتنجوم مثلث ميقاطية في ممثلث معتهادم تعمل غير بجبهة صاعدة فقط لنتقوم إلى مك تيفيا وندرسه the and the and' إذا كانت الميقاطية بدي真قلية في هذا الحالة واحد منطقي مستوى الأعلى سيف في المنطقة بدção أدنى بدتي أربحة بما أن الميقاطية بدنية خاملة وقرب دي ما يعمل في حالة الذك إذهب فاهمنا 캐�يبkur هذه الإيمانا كم لون؟ ما هو القلاب بعده؟ القلاب بعده قلاب دي يعمل بالجبهة متزامن تعمل ميقاتيته بالجبهة صحيح كما قد زمدتكم هذا قلاب دي متزامن بسكو فيه ميقاتية مي ميقاتية باش اش فيها فيها مثلث دائرة ويتقو مثلث دائرة معنتها الميقاتية تختم بالجبهة النازلة واش معنتها الجبهة النازلة اجمعها هي اللحظة الانتقالية من الواحد الى صفن بعد كنا سمروا ما تشوفوها صحيح هي اللحظة الانتقالية من الواحد الى صفر اذا ما نقوله كتجي جبهة النازلة هذه السهم هابط واش نقوله ميقاتية ناشيطة قلاب دي ينقل معلومة ينقل معلومة من المدخل المتع صحيح وإذا كانت ما كانت جبهة نازلة واش معنتها كمدلوا واحد او صفر او جبهة صاعدة القلاب هذا واش حيصر له ميقاتية خاملة وكتعد ميقاتية خاملة يا ايمان واش وظيفة قلاب واش وظيفة احتفاظ بالحالة السابقة يولي لك ازيد واحد دي ما يدي الحالة السابقة كما هنا يا الصفر حالة جديدة صفر اذا كانت حالة سابقة واحد حالة جديدة واحد صحيح ايمانا نروحولي بعدها صحيح ايمان دركوا شاحن دي راح ندير محاكات حاب نشوفه تقلب هذا يقلد وما يقلدش صحيح شاو ما معي شاحن دي اوكي شوفي هنا هذا وش هو قلب دي متزامين ميقاتية تعمل بالمستوى الاعلى فقط واش معانتها كن مدولها واحد منطقي ولا خمسة بوط تكون فعالة وتمدل اذن للدي نهالي دي زاكتي فيها ونفتح الضغيطة تكون خاملة والمخرج يحتفظ بالحالة السابقة شوفي معايا لك نضغط دي في هذه الحالة ميسر اولو بسكوله بسكولة 2 دي زاكتي فيها الميقطة هيا خامنه وفي هذه الحالة وشه دير المخرج يحتفظ بحالة السابقة وشه لقابل حالة السابقة ويبقى السبب مجرد نغلق الضغيطة المخرج كي يصبح يقلد مدخل دي فهذه الحالة الضغيطة مفتحة دي يسوي الصفر مخرج يسوي الصفر مصبح منطفي لو كان نضغط على هذه الضغيطة شوفي توهج المصبح لماذا توهج المصبح لأن كي أخذ المعلومة من دي وديره واحد منطقي إذن كي يسوي واحد منطقي لو كان نفتح الضغطة شو شو أصبح أصبح كي يسوي صفر لماذا؟ لأن وجدت دي يسوي صفر وكي يقلل دي عند وجود إشارة ساعة عندما تكون إشارة الساعة مفاعل صحيح لو كان نعود نضغط على دي دي يسوي واحد المخرج يقلل واحد إيمان لو كان نفتح الضغطة تي تولي تي معزولة تولي إشارة ساعة خاملة وبالتالي تبقى حالة احتفاء شوفي بقى محتفظة بالحالة واحد منطقي لو كان نفتح دي ميسرة ولماذا؟ لأن الضغطة تي مفتوحة والتي تعمل بالمستوى العالي هذا بنسبة سيميلة صحيح هما هذي رحوا لي بعدها صحيح رحوا لي بعدها لي بعدها وش مدتكم إيمان وش مدتكم أعطيتكم زج تمارين على قلاب دي صحيح قلاب دي متزامن بدون مداخل إرغام صحيح بنحلو هذه الرسمات بسيطة جدا نضركوا إيمان قدر عندي متغير هنا هذا الرسم دول عندي متغير تي متغير دي هايوه نضركوا وش ندير أول حاجة طالية المخطط زمين تعيشات تسعة نشوفوا القلاب دي باش يخدم شوف القلاب دي باش يخدم شوف يقلاب دي باش يخدم بالجبهة الصاعدة أول حاجة جمع لازمنا نعين جبهات الصاعدة في إشارة تهاد والجبهة الصاعدة وش هي هي وش هي الله قبل هذه هذا وش يقلاب دي متزامن حيث ميقاتية فعالة بالجبهة الصاعدة كما قلت زميتكم صحيح بعدها وش نديره بما أنه يحتوي ميقاتية وتحتوي على خط مثلث إذن ميقاتية فعالة بالجبهة الصاعدة ما هي الجبهة الصاعدة هي اللحظة الانتقالية من صفة إلى واحد كما هذي سميها جبهة صاعدة 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 يتي اخي هكذا وش معناتها ويني لقوا ويني لقوا جبهة صاعدة وش ندرونها اسقاط باسكولا القيم ما بين جبهة و جبهة يهمون ايمان ولا ما يهموناش يهموناش ما يهموناش تبقى حالة ذاكرة والله احتفاظ بالحالة السابقة اذا نجمع وين تكون عندكم ميقاطية بجبهة صاعدة جبهة نازل ديروا اسقط الجبهة فقط هما بين جبهة و جبهة ما تهمكم شو قيمة صحيح وش لنبدو ايمان اذا في الجبهة الاولى وشحك فيتلاحظي مثل ابتدي السبها في الجبهة الاولى شحك فيتلاحظي دي وش يساوي طيس ب ثم قيمة ули Lilältر ده قالت هذه النقطة الصيف وتبقى احتفاظ الى الجبهة رقم اثنين صديد واحد روح ليجبها اثنين جبهة اثنين والشيي يегдаد ده وشلي يساوي حدوا واحد ما بين يقل الطلب المدخل وش يولي واحد ويبقى احتفاظ ايولي واحد ويبقى احتفاظ الجبهة الثانية يعني ما بين جبهة و جبهة دي ما احتفاظه جمعين معا. الجبهة الثالثة ودأي بسرعة. ما هي القديه? واحده واحد. إذا المخرج اذنوقتي قلها ليقلها واحد. إثن هذه النقطة تسوي واحد وتبقى احتفاظ تقليد واحد وتبقى احتفاظ الجبهة الرابعة. نعم جبها الرابعة. ما هي القديه؟ صفر. اذا سوى صفر. يصبح صفر. وو FERG احتفاظ صفر احتفاظ إلى غاية جبهة خامس. هكذا. جبهة خامسة وشي قدي؟ صفر. إذا كيوش يساوي صفر يدي صفر ويبقى احتفاظ الجبهة رقم ستة. والجبهة الأخيرة وشي قدي؟ لقاها زيرو. إذا مخرج يقلد المدخل. إذا يقلد صفر ويبقى الاحتفاظ الآخر وجبهة. هذا بنسبة لوجه؟ بنسبة المثال أول. إيمان. ما كانش إشكالية هنا. هكذا. رحوا رحوا القلاب ثاني. شوف لي قلاب ثاني. شرح لهذا القلب. وش هو هذا القلب إيمان؟ قلاب d متزامن تعمل ميقاتبي؛ وبالجبهة النازلة. صح يتي بجبهة النازلة. وش هي الجبهة النازلة? وش معنتها جبهة النازلة؟ هي الحالة الانتقالية من الواحد للاسفر. صح يتي. هي الحالة الانتقالية من الواحد للسفر. إذا أجمعوا كم اجيوب اصداملكم هذا قلاب d متزامن في ميقاتي empir. شوفوا الميقاتية شاكم تلاحظو؟ لاحظووا تحتوي على موثلث والدائرة وشمعتها موثلث دائرة أنه ميقاتية وكتب تنشط بات مدى أوتر ريزاسي القلب تنشط بالجبهة النازلة وجبهة النازلة ما معناتها هي الحالة الانتقالية من الواحد السفر يعني ينزل الجهد من خمسة رفورت إلى زيرو فورت إذن وش نديرها إيمان هذه أول حاجة وش نديرها نبدأ باتهوة لول وش نخرجه لولو نخرجه لجبهة النازلة صح جبهة لولا جبهة ثانية ثالثة ربعة خمسة ساتة بعد ما خرجت جبهة إيمان وش نديره نديره الإسقاط للجبهة بص هما لحنا ندرسهم فقط خيك دا صحي إذن لولا ثانية ثالثة ربعة خمسة ساتة من بعدها ما خرج كيوشي دير يقلد بشرب وقته حتى نجي جبهة نازلة ما بين جبهة و جبهة يبقى ديما احتفال صحي إذن حالة الابتدائية ديوشي لقاها ساول واحد إذن كيوشي ساوي يقلد يتبع قيمة المدخل يساوي واحد وتبقى احتفال الجبهة الثانية شوفوا الجبهة الثانية وشي لقاها صحي إذن معلومة المخرج يقلد سيفر منطقي ويتبدل هذه كل السيفر وتبقى احتفال الجبهة في علفة جبهة الثالثة ديوشي لقاها تبقى تقليد صفر في النقطة هذه تقليد صفر وتبقى احتفاظ جبهة رابعة جبهة رابعة الواحد يقلد الواحد ويبقى واحد احتفاظ الجبهة رقم خمسة جبهة رقم خمسة ايمان صفر صفر اذا ما شيدير يقلد الصفر يكون صفر ويبقى احتفاظ الجبهة الاخيرة ويجبها الاخيرة ويجبها صفر صحتي وتبقى صفر وتقليد الى جبهة رقم سبعة هذا بنسبة الواحد ايمان بنسبة قلاب وشي هو ادي عقدة جماعة عندكم اسئلة اصبر نشوفوا الاسئلة دقيقة شكولي عنده اسئلة من قبل علاقة ذه كنت تبدأ الحصة كنا على تسعة ذكرة على ثمية ونصف كل يوم ثنين وكل يوم خميس ايوه زيد استاذ وليه ذرنا ايمان ايمان سؤال هذا اللي اسئلتي روحي تفرجي الفيديو رقم 14 صحيح كنت تفرجي فيديو رقم 14 تفهمي كل شي بالتفصيل بس كنت يرا كي بينا حيصلوا لا زيد شيخ ذرنا مخططات بالكلير وبرسيت من بعد ان شاء الله عبدو نبدو فيهم ذكرنا نخدمون في قلبات دي صحيح هنا يا جماعة انتهت الحصة الخاصة بالقلبات دي ليلتكم سعيدة وواقعكم اجمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى حصة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر